طيب هنروح لكرة السلة سيدات كرة السلة سيدات بلعبوا دلوقتي قبل النهائي في دوري المرتبط بلعبوا مصر التأمين مصر تأمين فرقة محترمة جداً معها محترفة جيدة جداً عندنا المباراة شغلة دلوقتي فين بتتلاعب على صالة الدكتور حسن مصطفى ب6 أكتوبر والناحية التانية بلعب سبورتينج والجزيرة اللي هيفوز من هنا وهيفوز من هنا هلعب على الأول والتاني اللي هيفوز من هنا هيفوز لعباتاته الرابع الزغيرين طبعاً فازوا أو المرتبط فريق مش الزغيرين احنا بلقول للصغيرين شل أظهر من الدرجة الأولى ولكن المرتبط فاز على مصر التأمين بنتيجة 76-72 صح كده جماعنا بقول صح 62-72-62 يبقى دي برضو خطوة جيدة بتريح زي ما يقولنا مرتبط الرجال ريحه جداً ريح الفريق الأول وهو اسمه مرتبط عشان كده طبعاً نادي الأهل تأهل المباراة قبل النهائية بنتيجة كبيرة في المبارايتين 96-68 في المباراة الأولى المباراة التانية نتيجة أكبر 86-33 ده بيدل على تفوق اللاعبات ان شاء الله عندنا سكواد كويس نقدر النهاردة نحسم التفوق وغالباً احنا بشكل كبير حين على نهائي أيضاً مع سبورتينج ويبدو أن سبورتينج هيكون هو الطرف الثاني في كل البطولات القادمة حتى السنة اللي فاتت كان نفس الكلام كان هو الطرف الثاني في كل البطولات فرق سبورتينج فرق بطولة فرق محترم نتمنى ان شاء الله دوري المرتبط أهلاوي لأن احنا حامل لقب البطولة السنة اللي فاتت طيب هنروح للكرة طائرة رجال خلاص كرة طائرة رجال الدوري هتلاقي في 6 ديسمبر خلاص احنا بنكلم فيه 10 تيام 16 يوم وهنلعب الدوري وهيبقى الدوري مضغوط لأنه بادئ متأخر فالنادي الأهل بقيادة طبعاً الكابتن مدير الفن كابتن محمد مسان حميدو قال لك أنا عايز ألعب مباراة استعداد لعبنا مع بترويجيت وأفكركم بترويجيت من الفرق اللي حراجتنا السنة اللي فاتت كسبتنا مباراة في بداية الدوري وحطتنا في موقف لا نحصد عليه في مباراة الزمالك في الدور الأول إن احنا كنا خسرين مباراة والزمالك مش خسران مباراة ولو كنا خسرنا من الزمالك المباراة الأولى في الدور الأول كان خلاص بشكل بنسبة كبيرة يكون الدوري حسم وستطيعنا عن فوز 3-0 في هذه المباراة وتتفكروا لو بتفتكروا وزعناها على شاشة قناة النادي الآخر فوزنا على بترويجيت 3-0 ولعبنا ثلاث مباريات دي الثالثة لعبنا مع التحاد سكندير واسموح هناك وكسبنا أيضا 3-0 مجلس إدارة الاتحاد الكرة الطائرة الجديد طبعاً تعرفين إن كان فيه انتخابات الجمعة اللي فاتت للاتحاد الجديد يقود أو يقود الدفة أربع سنوات كمش أربع سنوات بقى 20-24 القادمة بعد أولمبياد توكيو أصفرت الانتخابات عن فوز المهندس ياسر أمر بالرئاسة والكابتن هناء حمزة بالنائب والكابتن عمر مخلوف في أمانة الصندوق أما في الأضوية فجاء تامر بيبرس وعيد اسماعيل والأنديل ومحمود الفئي وشوكة صابر ويوسف حسن يعني أسماء كلها مش جديدة ولكن أسماء الفترة دي جديدة هي مش جاية من فترة سابقة ولا حاجة وده يدل إن فيه إن شاء الله دماء جديدة هتتضخ في إدارة الكرة التقارية ومتمنى كل التوفيق هيحصل فيه اجتماع ممندوبي الأندية الأسبوع القادم عشان يحطوا شكل الدوري المشكلة هنا هي شكل الدوري إنت الدوري يتأخر جداً إنت عندك السلة بلعب تالت بطولة ده الرابع كمان يعني بطولة القاهرة والجيزة خلصت عندك بطولة السوبر المصري عندك البطولة العربية طبعاً مش هنحسبها من نشاط الاتحاد ولكن هنقول بطولة الفرقة شاركت فيها دوري المرتبط والسوبر وده بطولة القاهرة إذن عندك البطولة الرابعة شغالين فيها في الوقت اللي لسه كرة الطائرة هيبتدوا 6 ديسمبر فلازم الدورة هيتضغط طب شكل الدور إيه؟ لازم ولابد الاتحاد يجيب الأندية يقعد معهم لأنه ممكن يكون في نادي عنده رؤية مش غايبة عن الاتحاد فلازم بيقى فيه كومنيكيشن وفي الحالات دي بيحصل كل نادي بيروح يعرض فكرته ويتناقشه وبعد كده بيغدره والاتحاد بيعلن بعد المناقشات دي بيعلن قراره هيبقى شكل الدور إيه؟ طبعا بالنسبة للرجال والسيدات يعني إن شاء الله نتمنى الدوري السنة دي يكون جيد نتمنى الفوز نادي الأهل نادي الأهل مستعد بشكل كويس جدا سكواد كويس اللعبة خدت راحة حلوة نتمنى نشوف الفرقة إن شاء الله في أحسن حالاتها هذا الموسم نروح لتنس الطاولة رجال الدور الأول انتهى نعبنا خمس مباريات قسمناهم رحنا لدور الثاني أول مباراة كانت ضد الشبان المسيحيين وفوزنا بنتيجة 3-0 من اللي مسلنا في المباراة دي؟ السيد لاشين شادي مجدي محمد شمان طيب مئة الخمس مطشوط بتاعت الدور الأول برضو بتدينا بالشبان المسيحيين بالقاهرة وبعدين فوزنا على الأسوان وبعد كده فوزنا على الأبدا منهور وبعد كده فوزنا على نادي الحوار وبعد كده فوزنا على نادي طنطة دول الدور الأول وبدأ أول مباراة في الدور التاني كانت مع الشبان المسيحين اللي بقوا إذن ما قلت لحضراتكم نحن فوزنا 3-0 فريقنا هو حمل اللقب مش عايز أقول لحضراتكم حمل اللقب سنين متتالية كتير وغير بعض ونتمنى إن شاء الله السنة دي طبعا الفوز أيضا ببطولة الدوري رجال وسيدات وطبعا عمر عصر نجمنا الكبير خامس أولمبياد نضم للفريق في بداية الموسم وده أكيد هادينا قوة إحنا سنفت فوزنا من غيره السنة دي إن شاء الله يلعب معنا وإذن الله ماضي سنتين هيلعب معنا السنة القادمة فأكيد ده مدينا تقل كبير جدا وبيبقى يدي اختيار وبيدي مانوفر للمدير الفني أو رئيس الجهاز الكابتن أشرف عشان يقدر من خلاله ويلعب ويناور باللعبة ويوزع الحمل يعني إحنا شايفين المباراة دي ملعبش فيه عمر عصر لأن عمر عصر مشارك وبطولة العالم على ما أتذكر إنما السيد لاشين وشادي مجدي ومحمد شمان وكسبنا الحمد لله 3 صفح بأداء جيد